أكد مدير عامي مستشفى الأمير حمزة الدكتور مجد نصير أن قدرة المستشفى كبيرة لاستقبال أي إصابات جديدة بفيروس كورونا مشيرا إلى أن في المستشفى 500 سرير 80 منها في غرف العناية المركزة وأوضح نصير أن في المستشفى 265 مريضا منهم 55 في العناية المركزة و13 على أجهزة التنفس الإصطناعي أود أن أطمئن الجميع أن مستشفى الأمير حمزة ما زال لديه قدرة استيعابية كبيرة لمرضى آخرين القدرة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 500 سرير وغرف العناية المركزة تصل إلى 80 سرير لدينا تقريبا 265 مريض بالإجمال لدينا حوالي 55 مريض على أسرة العناية المركزة و13 مريض على أجهزة التنفس الصناعي فما زالت الطاقة الاستيعابية للمستشفى عادية ونستقبل المرضى وطوارئ المستشفى الأمير حمزة مفتوحة أيضا لأي مريض كورونا يعاني من أعراض ممكن يحضر من خلال الدفاع المدني أو بأي وسيلة أخرى المرضى الراقدين معظمهم بحالة جيدة وبحالة حسنة أيضا مرضى العناية المركزة معظمهم أيضا بحالة جيدة ونأمل لهم الشفاء ولدينا أعداد من الشفاء من غرف العناية المركزة بأعداد وبأرقام مقارنة للنسبة العالمية لأنه نستخدم كل الوسائل المتاحة وبالذات العلاج بالأكسجين في مرحلة ما قبل وضع الأنبوبة والجهاز التنفس الصناعي وأثبتت نجاعتها سواء كان عندنا أو في مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر